برلمان تونس يقر التعديل الوزاري على وقع تظاهرات في العاصمة واشتباكات في القصري مجلس الشيوخ يصد محاولة الجمهوريين لإعلان محاكمة ترامب غير دستوريا رئيس الأركان الإسرائيلي يقول إن الجيش يجدد الخطط ضد إيران ويحذر من العودة للاتفاق النووي أهلا بكم مشاهدين إلى نشرة لأهم الأنباء من العربية يقدمها لكم إبراهيم بدر منح البرلمان التونسي في جلسة عامة ثقة لجميع الوزراء المقترحين في التعديل الحكومي الذي أجله رئيس الوزراء هشام مشيشي وصوت نواب الائتلاف البرلماني الدعم للحكومة والمشكل من كتل النهضة وقلب تونس وإتلاف الكرامة صوت لصالح التعديل الوزري إلى جانب كتلة الإصلاح والكتلة الوطنية وتأتي هذه التزكية رغم اعتراض أحزاب ومنظمات على أربعة وزراء على خلفية ملاحقتهم بشبهات فساد وكان مشيشي أجرى تعديلا وزريا شمل 11 حقيبة اعتبره الرئيس قيس سعيد في حينه مخالفا للدسور بسبب شبهات الفساد التي تطال بعض الوزراء رئيس الحكومة تونسية هشام مشيشي أكد بعد مصادقة البلمان على التعديل الوزري أن علاقته بالرئيس قيس سعيد طيب معتبرا أن الرئيس هو الضامن لاستمرارية المؤسسات الدسورية وصرح مشيشي بأن تونس أثبتت أن ديمقراطيتها حية وأن نخبها سياسية قادرة على إدارة الخلافات الجلسة النيابية تزامنت مع احتجاجات واسعة شهدتها تونس خصوصا في العاصمة حيث اجتمع التونسيون حول مبنى البرلمان احتجاجا على الأوضاع المعيشية إضافة إلى اعتراضهم على التشكيل الحكومي الجديد كما تحدثت وسائل الإعلام محلية عن تجدد الاشتباكات وعمليات الكر والفر بين شبان والأمن في سبيطلة بولاية القصرين وذلك للليلة الثانية على التوالي رفض مجلس الشيوخ الأمريكي محاولة من الجمهوريين لوقف إجراءة محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب باعتبارها تتعارض مع الدسور وصوت خمسة وخمسون عضوا لرفض مطالبة تقدم بها السينيتر الجمهوري راند بول لوقف المسائلة مقابل موافقة خمسة وأربعين وكان مجلس الشيوخ الغرفة العليا للكونغرس الأمريكي تسلم مساء الاثنين التشريع الخاص بمحاكمة ترامب في إطار قضية اتهامه بالتحريض في أعقاب حادثة اقتحام الكونغرس من قبل بعض أنصاره يوم السادس من يناير في موجة اضطرابات أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص هذه لائحة اتهام الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تتجه في هذا الموكب لتسليمها لمجلس الشيوخ لبدء محاكمته في الأسبوع الذي يبدأ في الثامن من فبراير هذا الموكب ضم تسعة من أعضاء مجلس النواب سيمثلون الادعاء في مساءلة ترامب بتهمة التحريض على التمرد في أحداث الكابيتول التي جرت في السادس من يناير بعد خطابه الذي شكك فيه مجددا في نزاهة الانتخابات تحتاج هذه اللائحة لإدانة ترامب سبعة عشر عضوا جمهوريا في مجلس الشيوخ وهو العدد اللازم لإدانته طبعا في حال ضمت أصوات جميع الديمقراطيين الخمسين لكن الرئيس جو بايدن شكك مع شبكة سي ان ان في حصول هذه اللائحة على العدد اللازم من الأصوات لإدانة ترامب حيث أظهر عشرة من الجمهوريين فقط نيتهم في التصويت لصالح الإدانة مراقبون اعتبروا أن اعتقاد بايدن ليس إلا طلبا أو أمنية في عدم الوصول للمحاكمة حيث أدى سابقا رغبته في توحيد الأمريكيين وإزالة حالة الاستقطاب التي ظهرت في أحداث الكونغرس كما أنه وصف رسالة ترامب التي تركها في البيت الأبيض له بأنها ودية للغاية على سرحان العربية أفاد مكتب السينتر الأمريكي باتريك ليهي الذي من المفترض أن يترأس جلسات محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب حال إقرارها بأنه نقل إلى المستشفى على إثر وعكة صحية وكان متحدث باسم السينتر ديفيد كارل إنه له كان في مكتبه بمبنى الكابيتل ولم يشعر أنه على ما يرام وكإجراء احترازي نصح الطبيب المناوب بنقله إلى مستشفى محلي لإجراء الفحوصات وتطلب نجاح إقرار محاكمة ترامب دعما من قبل ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ المكون من مئة السينتر سيلعبون دور هيئة المحلفين خلال جلسات المحاكمة المنعقدة برئاسة السينتر الديمقراطي من ولاية فيرمونت أعلن لكريملين عن إجراء أول اتصال هاتفي بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الروسي بلاديمير بوتين تمحور وفق الكريملين حول إعادة إطلاق العلاقات الروسية الأمريكية وتحسينها بما يستجيب لمصالح البلدين كما أعرب الرئيسان عن ارتياحهما لتبادل المذكرات بشأن التوصل إلى اتفاق حول تمديد معاهدة الأسلحة النووية وقع رئيس الأمريكي جو بايدن قرارا رئاسيا بشأن المساواة العرقية في أمريكا أكد خلال خطابه على ضرورة معالجة أسباب التمييز في المجتمع الأمريكي خلال حملة الانتخابية للرئاسة قلتها بشكل واضح نحن نواجه كأمة أزمة عرقية وعدم مساواة نظام عنصري أمريكي ممنهج قلتها لمدة عام كامل لكن الأمور الكثيرة التي غفل عنها الأمريكيون ورفضوا أن يرونها بأعينهم لن نتجهلها بعد اليوم تلك الثمان دقائق والستة وأربعون ثانية التي مات فيها جورج فلويد فتحت عيون الأمريكيين وعيون الناس حول العالم كانت الركبة فوق رقبة العدالة ولن ننسى ما حدث هذه الحادثة سببت شرخا لعشرات الملايين ومن وجهة نظري كانت نقطة التحول في ردة فعل النظام الأمريكي تجاه غياب العدالة أصبحت جانيت يالين أولى وزيرة للخزانة الأمريكية وهي كانت أيضا أولى رئيسة للاحتياطي الاتحادية والمصر في المركز الأمريكي يالين مثل باقي أعضاء الإدارة الأمريكية الحالية تريد مساعدة الأقليات والفقراء من خلال الأموال الحكومية بير غانم معه التفاصيل من واشنطن تسلمت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يالين منصبها يوم الثلاثاء بعدما أغسمت أول إمرأة في هذا المنصب اليمين القانونية أمام نائبة الرئيس الأمريكي كمالة هاريس وهي أيضا أول إمرأة في هذا المنصب هذه الإشارات يرسلها الرئيس الأمريكي جو بايدن للتأكيد على أن حكومته تهتم بالأقليات والمرأة والعدالة الاجتماعية وما قالته يالين في جلسة الاستماع لها يعبر عن محتوى هذه السياسة وأشارت إلى أن الخطوة الأولى هي مساعدة الأمريكيين خلال الجائحة بعد ذلك هناك المدى البعيد علينا إعادة بناء الاقتصاد بما يخلق مزيدا من الرفاهية لمزيد من الناس ويضمن أن العمال الأمريكيين يستطيعون المنافسة في اقتصاد عالمي أكثر تنافسية يريد الرئيس الأمريكي من خلال وزارة الخزانة الاهتمام بالفقراء والأقليات ويواجه هذا التوجه في الحكم معارضة من قبل المحافظين بشكل خاص وهم يعتبرون أن الحكومة الأمريكية تريد صرف أموال لا تملكها مع الأسف أن الرزمة هذه تشبه كثيرا سابقتها وستضيف تريليونات من الدين وطبع الأموال وسيكون لها تأثر قليل وضرر كبير على المدى البعيد يكمن التحدي أمام إدارة بايدن في إقناع أعضاء الكونغرس من الجمهوريين بالقبول بهذه المساعدات المباشرة للأمريكيين فهم عارضوها من قبل ولا يملك الديمقراطيون أغلبية مطلقة لتخطي عرقلة الجمهوريين لهم وتبقى المشكلة الأكبر هي مشكلة الدين العام لا الرئيس المنتخب ولا أنا طرحنا رزمة المساعدات من دون اعتبار الدين على البلاد ولكن الآن ومع سعر الفائد عند مستويات تاريخية منخفضة من الحكمة القيام بتصرف كبير هناك سيدة وزيرة في هذا المبنى خلفي وهناك الكثير من التفاؤل من أن إدارة بايدن تريد الاهتمام بالفقراء والأقليات وليس فقط بالمؤشرات الاقتصادية في أرغانم العربية واشنطن أعلن رئيس الأركان الإسرائيلي أنه طلب من فريقه العمل على وضع خطط جديدة لتصدي لما وصفه بأنه تهديد نووي إيراني في حال اتخذ قرارا سياسيا باستهدافه طهران رئيس الأركان الإسرائيلي قال أيضا أن عددا كبيرا من منازل جنوب لبنان تحتوي على ذخائر وصواريخ مؤكدا أن إسرائيل ستحذر لبنانيين وسكان غزة لترك منازلهم في حال اندلاع حرب كما أكد أن الحرب القادمة ستسقط فيها آلاف الصواريخ على إسرائيل إلا أنها سترد بشكل واسع مضيفا أن قوة الرد الإسرائيلية ازدادت كما أنها ستنفذ منورات تحاكي حربا شاملة وتستمر لمدة شهر رأينا مؤخرا مع تغيير الإدارة في الولايات المتحدة أعلن الإيرانيون بالفعل أنهم يريدون العودة إلى الاتفاقية السابقة أود أن أوضح موقفي وهو الموقف الذي أشاطره مع جميع نظراء عندما ألتقيهم في جميع أنحاء العالم العودة إلى الاتفاق النووي لعام 2015 أو حتى إذا كان اتفاقا مشابها مع العديد من التحسينات هو أمر سيء وخاطئ من وجهة نظر عملية وستراتيجية أكد القائم بأعمال المبعوث الأمريكي لدى الأمم المتحدة أن سياسة الرئيس جو بايدن ستدعم حل دولتين إسرائيلية وفلسطينية تعيشان بسلام المسؤول أمريكي أكد أن واشنطن ستحسو الإسرائيليين والفلسطينيين على تجنب خطوات أحدية تجعل حل الدولتين أكثر صعوبة في ظل الإدارة الجديدة سياسة الولايات المتحدة ستكون دعم حل الدولتين حيث تعيش إسرائيل في سلام وأمن إلى جانب دولة فلسطينية قادرة على البقاء الرؤية التي نسمعها الآن رغم أنها تحت ضغط خطير إلا أنها أفضل طريقة لضمان مستقبل إسرائيل كدولة ديمقراطية ويهودية مع الحفاظ على التطلعات المشروع للشعب الفلسطيني في إقامة دولة خاصة به للعيش بكرمة وأمن إدارة بايدن ستستعيد التعاون الموثوق مع الفلسطينيين وكذلك الإسرائيليين سيشمل ذلك تجديد العلاقات الأمريكية مع القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني هي العلاقات التي تدهورت على مدى السنوات الأربع الماضية واتخاذ خطوات لإعادة فتح البعثات الدبلوماسية التي أغلقتها الإدارة السابقة نشرتنا مستمرة وتتابعنا فيها بعض الفاصل كردستان تتهم إيران بتشويه الحقائق في فيلمين عن أربيد والبشمرقة وحارب داعش أهلا بكم الجديد تلقى وليو العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا من الرئيس العراقي برهم صالح وتم خلال الاتصال الهاتفي استعراض العلاقات بين البلدين بالإضافة إلى بحث آفاق التعاون الثنائي وتعزيزه بما يخدم مصالح البلدين في المجالات المختلفة وذلك في إطار أعمال مجلس التنسيق السعودي العراقي عقد مجلس الوزراء العراقي جلسة برئاسة مصطفى الكاظم أكد خلالها أن الإرهاب كان ولا يزال يستهدف العراقيين بلا تمييز بهدف إشاعة الإرباك وإذكاء الطائفية وأن الإرهاب عاد من أجل عرقلة استحقاقات الديمقراطية والاستعدادات للانتخابات المقبلة وقال رئيس الوزراء العراقي من المؤسف أن نجد تداولا للأكاذيب بما يتنافى مع الواقع بقصد إشاعة الفوضى وانتحال تقييمات أمنية غير واقعية احتجت حكومة إقليم كردستان العراق رسميا على طهران بسبب إطلاق فيلم قصير زعمت فيه إيران أنه لو لا سليماني لكانت أربيل ستقع في أيدي داعش ووصفت حكومة الإقليم هذا الفيلم بأنه تشويه للواقع وأصدر إقليم كردستان بيانا قال فيه إن وكالة فارس للأنباء في إيران تحاول تشويها الحقائق من خلال إنتاج فيلمين عن أربيل والبشمرقة وحرب داعش وأضف البيان بأن الوكالة الرسمية في جمهورية إيران تحاول الإضرار بهذه العلاقة من خلال تصرفاتها البيان أكد أن هذين الفيلمين هما بمثابة إهانة لقيادة الإقليم واستخفاف ببطولات البشمرقة وصمود شعب كردستان في وجه التنظيم المتطرف أعلنت وكالة الأنباء اليونانية نقلا عن مقابلة تلفزيونية لوزير الدفاع أن اليونان لديها خطة طموحة لتطوير قدراتها الدفاعية وأنها تخطط لشراء أربعين طائرة مقاتلة من ضمنها ثمان عشرة طائرة رفال تم الاتفاق عليها مؤخرا مع فرنسا وأنه سيتم اتخاذ قرار في النصف الأول من العام الجاري بشأن الحصول أيضا على فرقاطات فرنسية بحث رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان مع نائب قائد القوات الأمريكية في إفريقيا أفريكم أندرو يانج بحث الوضع على الحدود الشرقية للبلاد وأكد البرهان حرص السودان على حفظ الأمن والسلام في المنطقة وأشار البرهان إلى أن ما يحدث على الحدود مع أثيوبيا هو إعادة انتشار للقوات المسلحة داخل حدود بلادها وأكد أن نهج السودان يعتمد على الحوار والتفاوض لمعالجة جميع القضايا من جهته قال نائب قائد أفريكم أن القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا تعتبر السودان من الدول ذات العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة يانج أكد أن واشنطن ستعمل على بناء علاقات قوية مع السودان لدعم التغيير التاريخي فيه وأضاف بأن الولايات المتحدة تؤكد التزامها مع المانحين والشركاء في تقديم دعم للسودان يسهم في دعم الصادرات والوردات لمواجهة تحديات الحياة اليومية للمواطنين وبناء اقتصاد فعال I have had a wonderful opportunity to engage with Ministry of Defense leadership on the next steps in our bilateral partnership to support the historic transition to civilian lead government where we discussed how our military component will reinforce the actions of the brave people سودان في تجربة مدينة جديدة ومجتمعنا في تجربة نائب قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا أندرويانج للعربية على أهمية العلاقة مع السودان مشيرا إلى رغبة حقيقية بشراكة ثنائية مستقبلية أجربية جديدة لرجمة الأمريكية لتجربة مجتمع التعليمات صفحتناة لا تساريخ إلا إفريقيا إلا إلحتي إلا إلا الاصحارة والتصاصل في القيادة الثالي تعتزم الحكومة الأمريكية شراء 200 مليون جرع إضافية من اللقاحات المضادة لكوفيد-19 ما يضمن لها توفير ما يكفي للتطعيم كل سكان الولايات المتحدة البالغ عددهم 300 مليون شخص بحلول نهاية الصيف وفق ما ذكره مسؤول أمريكي المسؤول أضف بأنه سيتم شراء 100 مليون جرع إضافية من اللقاحات من شركة فايزر الأمريكية و100 مليون أخرى من موديرنا وهما شركتان التي وافقت وكالة الدواء والغذاء الأمريكية على لقاحيهما مؤكدا أن مع هذه الجرعات الإضافية سيكون لدى الولايات المتحدة ما يكفي من اللقاحات لتطعيم كل سكانها فيما تجاوزت أعداد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا عتبت المئة مليون نسم عالميا باتت المملكة المتحدة أول بلد في أوروبا يتجاوز عتبت المئة ألف وفاة بالفيروس هذا وأعلن الرئيس الوزراء بوريس جونسون أنه يتحمل مسؤولية كاملة عن وصول أعداد الوفيات لهذا الرقم مؤكدا أنه فعل كل ما فيوسه على عكس النقص في اللقاحات ضد فيروس كورونا في دول الاتحاد الأوروبي وسط تحذيرات من تأخير في الإنتاج تخطو بريطانيا بثبات لتحصين 15 مليون شخص ضمن الفئات الأكثر ضعفا بحلول الخامس عشر من فبراير أنا واثق من أن شركة فازر ستسلم لنا اللقاحات كما ستسلم مطلب الاتحاد الأوروبي وأنا واثق أيضا من حصولنا على دفعات من الجرعات من إسترازينيكا وموديرنا وهي اللقاحات الثلاث المعتمدة لدينا الإمدادات المحدودة للقاح فايزر بايونتك المرتبطة بإعادة تطوير مصنع الشركة في بلجيكا لخط إنتاجها لتلبية الطلب الكبير من جهة وإعلان أسترازينيكا تأخيرا في تسليم دفعات لقاح طورته جامعة أوكسفرد من جهة أخرى أثارت قلق دول الاتحاد الأوروبي مع تفاقم الوضع الصحي فيها ووقف التطعيم في بعض مدنها وهو ما أثار تساؤلات حول شفافية إنتاج اللقاحات أعتقد أن ما يجب فعله الآن هو عدم تحويل اللقاحات إلى مسألة قومية يجب العمل معا لتأكد من حماية شعبنا والمملكة المتحدة ولكن أيضا حماية العالم كله لأنه لا أحد آمن حتى نكون جميعا آمنين وتعتبر بريطانيا من الدول الأكثر تضررا من جائحة كورونا مع اقتراب وفاياتها من حاجز المائة ألف حالة وتلقي أكثر من سبعة وثلاثين ألف مريض بكوفيد تسعة عشر العلاجة في المستشفيات منهم أربعة آلاف على أجهزة التنفس الإصطناعي تدرك حكومة جونسون التحديات التي تواجه إنتاج اللقاحات في الأسابيع المقبلة لكنها واثقة من تحصين من تعتبرهم الأكثر عرضة للإصابة والوفاة بكورونا وفق خطتها حتى وإن كانت بجرعة واحدة بانتظار استكمال حملة التطعيم بحلول سبتمبر المقبل مصطفى زارو العربية لندن عانت الحكومة الألمانية أنها تدرس إغلاق أجواء البلاد بالكامل أمام حركة الطيران في محاولة الإسرطة على كورونا وزير الداخلية أكد أن الحكومة يجب أن تتحرك لإبطاء انتشار المزيد من السلولات المؤدية لفيروس كورونا مؤكدا أن خطر السلولات الجديدة يفرض على الحكومة اتخاذ إجراءات صارمة مثل خفض السفر الجوي إلى الصفر تقريبا اختراع فرنسي جديد لتنظيف البخار يقوم به أو لتنظيف البحار يقوم به هذا القارب الذي يعمل بالطاقة الشمسية والذي سيعالج مستقبلا نحو عشرة ملايين طن من النفايات البلاستيكية تلقى في البحر سنويا منها أكثر من ستمائة ألف طن من البلاستيك وتقوم هذه السفينة بتدويرها وتحويلها إلى الطاقة الكهربائية سعد المسعودي معه التفاصيل تحول البحار الفرنسي إيفان برونيون رئيس منظمة تنظيف البحار إلى شخصية مشهورة في مجال حماية البيئة بعد تصميمه هذا القارب الذي يقوم بجمع هذه الكميات الكبيرة من النفايات ويقوم بفرزها وضغط نفايات البلاستيك ومن ثم إعادة تدويرها وتحويلها إلى طاقة كهربائية بعد فرزها يدويا عن علم المشروبات يقول برونيون العربية عندما كنت صغيرا لم أرى أي نفايات بلاستيكية في البحر وبعد مرور ثلاثين عاما وجدت صعوبة في الإبحار وسط النفايات البلاستيكية فرصة إطلاق أول قارب عملاق ستكون جاهزة فهو ابتقار تكنولوجي في خدمة البيئة ويمكن جمع من خمسة إلى عشرة آلاف طن من البلاستيك سنويا وبإمكاننا جمع من واحد إلى ثلاثة أطنان في الساعة وتحمل السفينة قاربين صغيرين يقومان بجمع النفايات في المياه التي يسعب بحار القارب فيها بسبب الأمواج البحرية التي تقوم بدفع المواد البلاستيكية الملوثة نحو مناطق بعيدة عن ساحل البحر وتتجمع هنا في بقع يطلق عليها جزر القمامة وتتحول إلى كربون ثم إلى طاقة كهربائية يمكن الاستفادة منها في البلدان التي تعاني نقص الطاقة يمكن لهذا القارب البقاء لمدة تصل إلى ثلاثة أسابيع باستقلالية كاملة في المحيطات والبحار يعتبر القارب محطة عائمة لمعالجة النفايات وإعادة تدويرها عند الوصول إلى البر كما يعتبر أيضا مختبرا علميا متقدما لرز حالات التلوث في البحار ومهمته تثقيف الناس الذين يقومون بزيارته في كل مدينة يتم التوقف بها لمعرفة حجم النفايات التي تجاوز التسعة ملايين طن ترمى في المحيطات سنويا سعد المسعود العربية باريس في إطار سعيها لفتح صفحة جديدة في تاريخ الرحلات الفضائية أطلقت شركة سبيس اكس 143 مركبة إلى الفضاء في يوم واحد وهو رقم قياسي جديد للمركبات التي يتم إطلاقها خلال مهمة واحدة 5, 4, 3, 2, 1, 0 جديد للمكتبات 6, 3, 2, 0 في نهاية الشهادة تذكير بأبرز عنوينها بل مانو تونس يقر التعديل الوزاري على وقع تظاهرات في العاصمة واشتباكات في القصري مجلس الشيوخ يصد محاولة الجمهوريين لإعلان محاكمة ترامب غير دو السورية ورئيس الأركان الإسرائيلي يقول إن الجيش يجدد الخطط ضد إيران ويحذر من العودة للاتفاق النووي إلى اللقاء